بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس قارة أفريقيا تعشق المفاجآت نهاردة حاجات غريبة جداً جداً بتحصل فيه بطولة كأس الأمم الأفريقية إيه اللي بيحصل في كأس الأمم الأفريقية؟ زي ما حضراتكم شفتوا مباريات لا تكتمل لنهايتها من زمان ما شفناش هذا الموضوع قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية الكل أجمع أن احنا من المفترض أن احنا هنشوف مستوى فني جيد مستوى تنظيمي جيد مستوى أمور كثيرة جداً تخص بطولة الأمم الأفريقية ولكن اللي النهاردة شفناه حاجة فوق الخيال إن مباراة كلنا عارفين إن كرة القدم مباريات كرة القدم 90 دقيقة والوقت البدل الضايع ده اللي احنا عارفينه النهاردة كان في شيء مختلف إن حكم المباراة حكم مباراة تونس منتخب تونس ضد منتخب مالي عمل إيه؟ جي في الديئة 85 نهى المباراة فكلنا قلنا أكيد الساعة بتاعته بايزة يعني في حاجة في حاجة تخليه ينهي المباراة في الديئة 85 فعلاً الساعة بتاعته كانت بايزة في الراجل يعني كذا حد نبهه وقال له يعني سيكوزي ما أخلي بالك المباراة لسه فيها شوية فالراجل قال لك إيه؟ قال لك ماشي لعب لديئة 89 و50 ثانية ونهى المباراة برضو ما كملش ديئة 90 يعني تخيل حضرتك إن الموضوع ده بيحصل في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع واحد من المفترض إنه هو من الحكام الكويسين هل أكعرف إن هذا الحكم حكم نهائي كأس العالم للأندية؟ خلي بالك أنا معلوماتي اللي بقولها بقولها ما ما بقولش معلومات غلط زي بعض الناس أنا بقول معلومات صحيحة الحمد لله والشكر لله لكن الناس اللي بتطلع تتهرب وتقول أي كلام يخص أمور أخرى وتيجي على السؤال اللي الواحد بيسأله ما يجاوبش عايز يوديك في مليون حت إنتوا عارفين أنا أقصد مين طبعا فالناس اللي بتقعد تقول أي كلام وتقعد تلف وتدور في الكلام وما تجاوبش على السؤال أنا الحمد لله معلوماتي صحيحة فالمعلومات الصحيحة اللي أنا بقولها إيه؟ إن هذا الحكم المفروض كرة القدم اللي احنا عارفينها 90 دقيقة النهاردة الحكم غريب جدا وبيعمل حاجات غريبة جدا والحقيقة طول المباراة برضو يعني ضربة الجزاء بتاعت اللي تحسبت على تونس أوكي راكل الجزاء راكلة الجزاء اللي تحسبت على مالي واضحة بالضبط شبه بتاعت تونس راح وبص على الكرة وراح شافها في الفار ورجع بعد كده حسابها واللعيبة تجري وراء ويجري وراء اللعيبة بحاجات غريبة بتحصل المهم برضو جي في الدقيقة 89 و50 ثانية ونهى المباراة وخلص المباراة الدنيا كلها راحت حواليه يا عم لسه بدري حاجة المدرب بتاعت طب يا اخي انت لو عندك شوية يعني تفكير ايه اللي يحصل سنس احساس ان تخال حضرك انت لقيت المدير الفني بتاع منتخب تونس جاي جاري جاري وراح وقف وقال لك هالساعة اللايمن اللي جنبك وقف واضح ان هو عمل يقول لك الساعة لتوقيت بتاع فيش حد كل ده كأنه هوى بيتكلم لا بجد والله النهاردة حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا راح بيشوفها النهاردة يا جماعة مش لهذه الدرجة كأس الام الأفريقية تصل الى هذه الدرجة وبعدين اخطاء كثيرة جدا المباراة اللي بعدها على طول اللي بعدها على طول موريتانيا مش عارب بتلاعب منتخب موريتانيا بيلاعب منتخب جامبيا ايه اللي حصل السلام وطني بيتعزف غلط لمنتخب موريتانيا واللعيبة بتوع منتخب موريتانيا حقهم طبعا وانا بروح انا بمثل البلدي الوقف اللي احنا بنقفها دي وانت بتسمع نشيد الوطني لبلدك دي حاجة شرف كبير جدا جدا انا شخصيا لما تيجي الواحد بمكان الواحد بيمثل مصر وبيقف في هذا المكان كنت بتلاقي دايما جسمك باشعر والله بجد جسمك كان باشعر من اللي انت بتسمعه ومن النشيد وطنك طيب فاللي انا عايز اقولول حضراتكم ان يعني الواحد مستنى يسمع النشيد الوطني فحضراتك بتعزفوله غلط فمش حلعب بقى يلا انا بقول لحضراتكم وطبعا فيها يعني اهانة بالمناسبة لانه ما ينفعش ان يحصل حاجة زي دي بصراحة يعني بصراحة ما ينفعش يحصل حاجة زي دي فاتخيل حضرتك ان كل ده بيحصل في امم افريقيا تالت افضل بطولة في العالم وجهة النظري ان هي كده بالفعل هي تالت افضل بطولة في العالم بعد كسر العالم وكسر امم الاوروبية تيجي بطولة كسر امم الافريقية او من المفترض ان احنا نشوف كده تخيلوا حضراتكم ان احنا حتى المستوى الفني اللي بنشوفه مش عاجبنا يعني النهاردة الناس بتقولك ايه كسر ربطة بدأت النهاردة بالمناسبة وماتش المصري والمقصة ماتش حلو جدا الناس قاعدة تتفرج عليه قالك انا سمع وشايف السوشال ميديا بتقول ايه ان مباراة المقصة والمصري 3-0 في اول نصف ساعة وماتش حلو قوي احلى من بطولة كسر اول افريقية ماتش الاتحاد والبيرامدز نفس الكلام اتنين واحد للاتحاد في كسر ربطة وكان فيه قصارة ورايحة جاية وكابتن حسام حسن وكابتن اياب جلال وطرد العيب من الاتحاد وساليف مورو من الاتحاد وهكذا فيه قصارة وفيه بتاع لكن انت وانت بتتفرج على كسر اول افريقية عملت التاوب والله عملت التاوب وعملت تاوب كده باستثناء يعني ها مباراة كودفور اللي انا كنت بتفرج عليه دلوقتي دي يعني ها شوية شوية مباراة لطيفة فيعني الحقيقة حاجة غريبة جدا جدا الواحد بشوفها في طول الكلام الافريقية وبعدين ان الغريبة بقى ان سيكازوي ده الحكم اللي كان بيحكم مبارات منتخب تونس مع منتخب مالي سجله له سجل طويل جدا وعريض من القرارات الغريبة والعجيبة والمثيرة للجدل تخيل حضرتك في 2016 في نهائي كأس العالم للاندية ريال مدريد بيلاعب في اسمه كاشيما الياباني واثنين اثنين والمباراة راحة الوقت اضافي وفي الوقت ده في الوقت الاضافي ده كان راموس يستحق الطرد تخيل عمل ايه خاف منه ورفض يخرج الكارت الاحمر في مشهد كان غريب جدا 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 في نفس السنة تعالوا بقى للوقاع بتاعته معنا احنا احنا في نفس السنة تقريبا تصفيات امم افريقيا امم افريقيا على ما اتذكر 2017 انهم مباراة مصر ونجاري منتخب مصر بيلاعب منتخب نجاري وصلاح رايح انفراد طبعا لو حضراتكم فاكرين الناس اللي بتبقى متابعة كرة قدم وعارفين فاكرين الوقع دي ومصر كلها مستنية كنا هنحسن بقى السعود وخلاص وحتكسم هتحسم السعود وتصل الى كأس العام الأفريقية نهايات كأس العام الأفريقية انتخال حضراتك اللي حصل امتوت مسافر ناية المباراة وملعبش الوقت البدل اتضاع والحاجة طيب نهاي كأس العام الأفريقية في 2017 افتكروا الماتش ده برضو متقدمين واحد صفر بجون النني لو تفتكروا امام الكاميرون البطولة تسرقت مننا في اخر خمس دقايق بجون في فاول صريح صريح في الكاميرون على الكاميرون في النهائي يعني لو كان فيه فور كان مستحيل تعدي تخالوا حضراتكم اللي انا بقوله ده كله ومع ذلك النهاردة هذا الحكم لا يكتفي بالعمل وخلال السنوات اللي فاتت وجاي السنة دي اعمل فضيحة ليست افريقية فقط ولكنها فضيحة عالمية يا عم اسلام ما تكبرش لا اسمعوا حضراتكم وتعالى اقول لحضراتكم عنوين الصحف العالمية بعد هذه الواقعة ماذا قالت شبكة بيورو سبورت مثلا في رسختها الفرنسية كان 2022 السريالية السريالية دي يعني اللي بيلا قواعد شتبقوا حضراتكم عارفين مالي تفوز على تونس 1-0 بعد نهاية المباراة مرتين قبل ديئة 90 صحيفة ذاسان البريطانية بتقول ايه ده على كأس القومة الافريقية مشاهد هزلية الحكم ينهي مباراة كأس القومة الافريقية مرتين في وقت مبكر حيث يندفع الامن للدفاع عنه من مقاعد البودلاء تونس الغاضبين شبكة فوتبول 365 الفرنسية مالي تفوز بعد فضيحة أمام تونس في أمم أفريقيا 2021 هي فضيحة هي فضيحة يا جماعة مش هينفع نقول حاجة تانية صحيفة ميز فوتبول البرتغالية العنوان بتاعها قال ايه برضو ببراة سريالية عايزين نقول ان سريالية دي معناها بدون قواعد الحاكم حاجة من الخيال يعني الحاكم ينهي مباراة تونس ومالي مرتين مرتين في دقيقة 85 وفي دقيقة 89 50 ثاني قبل دقيقة قبل دقيقة 90 تخيل حضرتك ماذا الظلم اللي بتتعرب له تونس ده جير طوال المباراة واللي بيحصل يعني حاجة غريبة جدا 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 يا جماعة احنا عايزين نتفرج على بطولة او افريقيا عايزين نتفرج على منتخب تونس ونتفرج على منتخب مالي واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ما ينفعش يا جماعة بهذا الشكل وبهذا المنظر نحنا نصل الى فضيحة عالمية زي ما حضراتكم شايفين انا جايب لحضراتكم الكلام اللي بيتقال كله الكلام اللي بيتقال كله في العالم كله في البرتغال وفي فرنسا وفي انجلترا ولسه ولسه طيب بخلاف ان النهاردة منتخب الجزائر ايه طلع بعد التمرين ملاقاش الاوتوبيس بتاعه لكبوا ميكروباسات كده لبوا من بعض ميكروباسات ويلا بينا بتحصل يعني شفناها يعني الصور معنا حصلت معنا كذا مرة وإحنا بنلعب في افريقيا يعني فالحقيقة الواحد الحقيقة زعلان جدا 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 من الشكل العام اللي احنا شايفينه لانه يعني كاس الامم الافريقية جماعة كاس الامم الافريقية بتمثل كل افريقيا تمثل من اول مصر فوق لغاية جنوب افريقيا تحت ان احنا نصل لهذه الدرجة حكم او بعض الحكام هو مش الحكم ده بس يا فيه فضايح كتيرة بتحصل خلال الفترة اللي فاتت ويا ما اتكلمنا عن اخطاء التحكيم وفضايح التحكيم مع الاهلي ومع غير الاهلي برضو خلال الفترات اللي فاتت ولكن ان يصل الموضوع ان انا انهي مباراة مرتين قبل ديات تسعين طيب ترجمة نانسي قنقر